موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد الخضور تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد على بعد حلم كم باح قلب المعنى بالعسى وهفى وراح يستعطف الجدران والغرفة يطل من شرفة للوصل ضامئة وخافق مدنف بالشوق كم هتفا يسائل الدار عن أخبار من رحلوا يعانق الوردة واللبلاب والخزفة يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا والذكريات ضباب يلثم السعفة يا غربة الروح هل الحب من سفرين شابت عهود الصبا وصغطت أسفا ما زال في الليل من أنسامهم عبق أشتاق بعض الذي قد مر وانصرف على الدروب لنا في كل ناحية ذكرى وكم أدمنت أحداقنا الشغفة مرابع شهدت أيام صبوتنا ولم تزل لحمام الشوق مرتشفة كم داعب الليل ما نخفيه من ولهن والبحر كم وشوشت أموايه الصدفة يغفو الفؤاد على ترنيمة سقطت قبل النعاس ولحن في الضلوع غفى ويسأل الله صبرا كلما عصفت نوائب الدهر بالجرح الذي نزفا كل الذين أضاء النور في دمهم لم يبلغوا الحلم لكن عانق الهدف الأرض لو نطقت أقداثها صرخت هي الحياة وهذا دأبها وكفى بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم في جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أسعد الله جميع أوقاتكم معكم الكاتبة حنين أبو ريشا كاتبة أورجنية كتبت روايتي الأولى وأسميتها بين أريكة ونافذة ابتدأت كتابتها في عام 2013 وأنهيتها للمرة الأولى في عام 2015 وبدأتم بعدها رحلة التنقيح عام 2015 إلى 2018 وقعت العقد مع دار النشر في عام 2021 وتم النشر في عام 2022 الروايتي بين أريكة ونافذة هي ابنتي البكر قد عشت معها سنين طوال تعلمت معها أسريبا جديدة وعانيت وحزنت وسعد واستمريت في الكتابة أنا أكتبه منذ أن كنت طفلة وما زلت إلى الآن لأن الكتابة هي متنفسي وهوايتي أبدأ معكم بالعنوان بين أريكة ونافذة لم يكن هو الإسم الأول للرواية حيث كان الإسم الأول هو الصندوق الأسود قد وقعت العقد بهذا الإسم وسجلت في المكتبة الوطنية في ذلك الإسم ولكن بعد رحلة بحث قصيرة على جوجل اكتشفت أن الإسم أصبح مستهلك وهناك روايات أخرى تحملة وأفلاما وبرامج فبدأت في رحلة جديدة قبل النشر بثلاثة أشهر لاختيار هذا العنوان ليتناسب مع مضمون الرواية ويكون مميزا وهو يحمل بشكل ما مضمون الرواية وفيه رمزية أما الغلاف فقد رسمته الفنانة المبدعة اللبنانية فاطمة ماضي توصلت معها لمدة الشهر ليتصل لنا الغلاف بالشكل الذي أحبه وهو الغلاف الأمامي يعبر عن العنوان بين أريكة ونافذة أما الخلفي فهناك ساعة لها مدلولا في الرواية والهاتف الأرضي هو الصديق العدو لسارة من سارة؟ سارة هي هذه الإمرأة التي تقبع بين أريكة ونافذة تفكر سارة هي بطلة روايتي سأحدثكم قليلا عن سارة وأحبركم بوصف موجز عن أحداث الرواية سارة سيدة أربعينية قررت اعتزال العالم ملو عشرين عاما بعد عدة تجارب عاصفة ذات صباح تقرأ خبر وفا يطلق صراحة ذكريات التي تزداد حصارها عليها بعد حضورها العزاء والتقائها بأشخاص طوت صفحتهم والبداية بدفتر صغير يصلها من خلال صديق قديم فيه الكثير من الأسرار لتتلاحق الأحداث ويتبدل روتين حياتها لمحطات من اتخاذ القرارات والمفاجآت وكما كتبت في الإهداء الذي احتل صفحة كاملة من الرواية بعد أن شكرت نفسي وعائلتي وشخصاني آمنا بموهبتي كتبت أهديكم أنتم أصدقائي وأنتم أصدقائي الغرباء من تحملون طفلتي الآن بين أيديكم أهديكم إياها أسلمكم طفلتي التي تبلغ من العمر تسع سنوات أخرجها للنور بعد تعسر أتعلمون صعوبة وضع طفلكم في ساحة عامة ليحتضنه كل غريب؟ لكنكم لستم أغراباً بل أصدقاء أهديكم إياها بكل حب وهل بعد الإبن ما يهدى؟ هذا ملخص قصير عن الرواية لكن 376 صفحة تحمل لكم الكثير من المفاجآت والأحداث هذا هو كتابي بين أريكة ونافذة الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا نماذج مدهشة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم هذا تطبيق آخر للحرف العربي الحرف العربي أنا أحس هو أسير الورق لفترة طويلة من نشأته كان أداة رئيسية لتدوين النص القرآني والنص العلمي بس أقول الآن الأواناً واحد إذا يتحرر الحرف من الورق راح يطلعنا بأشكال جديدة هذه المحاولات اللي دعا حاولها قدر الإمكان هذا عمل نحتي من الحديد جزء من معرض دبيد أشتغل به النص عبارة عن جزئين متقابلين حوار داخل النفس هو المقول اللي جبران يقول ليتني طفلاً لا يكبر أبداً فلا أكره ولا أنافق فسويت اللون الأسد والأبيض اللي هو ما بيلاكر هو الأنفق الألوان واضحة ما فيه لون وسط خليت اللون الرصاصي هنا في بعض المواقع هذا هنا راح نشوف اللون الرصاصي موجود حتى يصير مزج بين العملين طبعاً هذا يكون عمل مقابل إلى كامبس كبير محاكاة نفس النص بس بطريقة أخرى هنا أنا دعا أقاطع الحروف مع بعضها ودعا أشوف الفضاءات اللي تطلع من خلال تقاطع الحروف مع بعضها أنا عندي بعض التصليحات هنا دعا أصلحها تقاطع الحروف مع بعضها يمطيني فضاءات وفراغات جميلة جداً أنا مرات أشوف الفراغ أجمل حتى من الحرف طبعاً مع كل هذا التجديد أنا أشوف أنه أنا محافظة على الأصول الأصلية للحرف ومقاسات الحرف هذا خط الثلث بس بطريقة حديثة لم أغير بقواعد الخط بس غيرت بطريقة استخدامها غيرت بطريقة تنفيذها غيرت الخامات فإن نوصل إلى تجارب أنا أشوف الناس حبوها كثير يعني كل من يزورني أي شخص حتى غير مقتلدي يحبون هذه التجارب كثير إن شاء الله الناس تتمتع بياني يهمني الناس تتمتع بي وأتصور هذا هو مستقبل الخطة العربية بحيش بعض الاتجاه أهلاً بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد الخضور فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد أهلاً وسهلاً بك ضيفاً على فضاءات وعلى قناة الرافدين أهلاً وسهلاً بك وأنا أشكرك أستاذ محمد على منحي هذا الشغف حياك الله لا نشترا في السرور أهلاً وسهلاً وسهلاً مرحباً بك بدأت الكتابة نثراً وأول كتاب أصدرته وهو كتاب نثري ما يسمى قصيدة النثر الكتاب كان يحمل عنوان نقطة في فراغ نصوص هذا الكتاب تكاد تشترك جميعها في رصد الجراح النفسي لا سيما الاختراب والشعور بالضياء الانكسار وحطام الأحلام يتداخل الذاتي مع الآم أريد أن نقف على تفسير هذا المشهد أول شيء سمحت لي أنا بدأت في الواقع أكتب الشعر العمودي كبداية كتابة وكنت بنشر فيه صح صحف ثم شعر التفعيلة بعدين استقريت على النثر لفترة طويلة جداً بس للذكر المعلومة بشكل أهم بالنسبة لهذا الكتاب مدخلي أستاذ محمد يعني أنت إذن بدأت تكتب القصيدة العمودية والقصيدة الموزونة نعم لكن أول أصدار لك كان نثر وهذا الكتاب عام 2013 نعم كان نثراً والكتاب الذي يليه أيضاً كان نثر نعم خرجت من موضوع الأوزان والقيود للتعبير كان هناك تخوف لماذا؟ لماذا لجأت إلى النثر؟ لا ماتا كان تخوف كان رغبة في التعبير أكثر نعم بحرية مطلقة بعيداً عن الوزن والقافية نعم عن ما آمنت به من هذه الأفكار اللي بدي أشرح لك إياها الآن نعم طيب أنا مدخلي إلى الحياة بشكل عام وإلى تجربتي في الكتابة اعتمد على ثلاثة محاور نعم المحور الأول الموت والحياة المحور الثاني بدون ترتيب يعني المحور الثاني هو الكون وأحداث هذا الكون والمحور الثالث هو الزمان والمكان نعم وقلت بأن هذه المحاور الثلاثة تتكون من ست مفردات لو نظرنا إلى المفردات الست سنجد بأن خمس من هذه المفردات لا نستطيع أن نغيره أو نحدث فيه تغييراً الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى الكون كما خلقه الله أحداثه إن كانت الرتيبة كالنهار والليل والفصول الأربعة أو المفاجئة كالزلازل والبراكين أيضاً بيد الله يبقى لنا الزمان والمكان الزمان لا نملك أن نوقف الساعة لحظة أو ماشي نعم بقي المكان هو الكلمة الوحيدة أو المفردة الوحيدة في هذه الست التي اخترتها للنظر في هذه التجربة نستطيع أن نحدث فيه تغييراً أو أن نستبدله لذلك سيطر المكان على تقريباً كل هذه الكتب الثلاث وعلى كل ما كتبت نقطة في فراغ نقطة في فراغ كبير وكلنا نقاط في فراغ وأيضاً في المشهد الذي لا تراه مكان وأنا متخم باللا مكان أيضاً مكان فهذا الضياع الذي تفضلت به يأتي ضمن فعلاً الإحساس بأن هذه نقطة مرمية في هذا الفراغ تبحث عن نفسها وتبحث عن حدودها في فضاء أكبر بكثير من أن تستوعبه لذلك هي تشعر بهذا الضياع جميل هذا يقودني إلى سؤال آخر وهو أنه لمست من خلال نصصك أنه سيطرت هاجس التأمل في أسرى الوجود بحثاً عن أكتشاب الحقيقة وكأنك تعيش في دوامة من الحيرة والالطرابة تقول مختنق بالمدى الذي تغلقه علي الغرابة أجادل صمتي وكلما هزمتني فكرة أعثر علي في حديقة مظلمة أيضاً أريد أن نجد تفسيراً لهذا الاضطراب والحيرة يعني هو قد يكون امتداد لما تكلمت به قبل قليل لكن أريد أن أيضاً نقف على هذا الهاجس الذي يملأك هذه الحيرة هذا الاضطراب في الحقيقة كلما أتأمل شيئاً في هذا الكون وأفشل في فهمه أكتب نصاً فأنا بالنسبة لي النصوص إن كانت نثرية أو قصيدة هي إعلان فشل نعم أحاول أن أفهم هذا الكون من الزوايا التي أنظر إليه من خلالها نعم ولا أستطيع لذلك أنا مختنق بالغرابة الأشياء لا أراها يعني قلت قبل ذلك بأن تأمل الأشياء شخصنتها إعطاءها روح مجال خصب جداً للتأمل لا نريد أن نخسره البحر بالنسبة للجالس على الشاطئ ماء يتقمص لون السماء وبس لكن بالنسبة للغواص البحر فيه ملايين الأشياء فأنا أقول لماذا نهمل العلاقة بين الجدار والسقف بين كائن خلق بمهمة واحدة في حياته وهي أن يرفع سقفاً على كتبيه هذه مهمته ما هي العلاقة بينهما؟ بكره هل يتمنى له زلزال حتى يتخلص منه؟ أم أنهما أصبح صديقين نعم ويتهامسان تسألت عن الزهرة التي تتبرع بكامل رحيقها لنحلة جائعة كيف تمت هذه؟ هل اختطفتها النحلة؟ أم هي تبرعت؟ ما هي العلاقة بينهما؟ أطلت التأمل كثيراً في هذه الموجودات حتى من كثر ما أطلت التأمل أحسست الضائع وأنا أعتبر أنني ضائع وهذه كلها وما زلت ضائعاً وما زلت ضائعاً وهذه كلها شهادات فشل النصوص كتابك النثري أنا قلنا أنت بدأت بال تقول أنت بدأت بالقصيدة العمودية لكنه ما نقرأه في المشهد الثقافي أنك أزلت كتابين نثريين كتاب الأول كما قلنا نقطة في فراغ والكتاب الثاني هو أيضاً نثري حمل عنوان في المشهد الذي لا تراه يعني تناوله بقراءة نقدية الناقد المغربي عبدالسلام المساوي يعني فأثار اهتمامي إذ يقول الشاعر محمد الخضور واحد من الذين يؤمنون بجدوى الشعر لا باعتباره فن جميل التسلي بل باعتباره طاقة روحية وهنا يولد لديه سؤال هل الشعر ضرورة أم ترف؟ قد يكون ضرورة في المناسبات في قيادة الضمير المجتمعي في قيادة جماهير في أشعار أبو القاسم الشاب اعتمدت حركة تونس كلها على بيت شعر لأبو القاسم الشاب أحياناً يكون ضرورة في هذه المناسبات في حالات التأمل وليس طرفاً أنا لا أقول بأنه طرف نعم التأمل هو الذي يصنع الفكر نعم الفكر يأتي من تأمل الأشياء وعندما تتبلور ملامح الفكر فالفكر يعشش ويقود من وراء حجاب يقود في صناعة يعني مثلاً ما هي مشكلتنا الآن في الثقافة العربية نعم أن أشكال الفنون الأخرى طغت على الأدب وسائل التواصل السريعة كيف يمكن أن يتدخل الوعي المجتمعي أو يصنع وعي مجتمعي جديد يقود حتى وسائل التواصل الجديدة والشباب نحو إعادتهم إلى ثقافتنا العربية التي نعتز بها فالتأمل ليس ترفاً من وجهة نظري هو محاولة لبناء خلفية عقدية وأيدولوجية وثقافية لصياغة مشهد ثقافي عربي جديد نعم يعني أنا أقول ربما عندما يكتب الشاعر قصيدة في قضية مؤينة قضية يعني يشترك فيها الهم العام نعم والضمير هناك رسالة هناك هدف هناك غاية هناك توجيه الوعي كما تفضلت حضرتك أنه الشعب التونسي ثار واستخدم قصيدة أو القاسم الشعبي إذا الشعب يوم أن أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر مع اختلاف بعض بعض الفلاسفة والعلماء والشيوخ على موضوع القدر نعم لكن هو كان يريد أنه الشعب يمتلك طاقات كبيرة جداً ممكن أن يعني يصنع شيء يغير الواقع طبعاً ليس البيت هو الذي صنع الثورة حتى نعطي الحدث حقه بل هناك حالة ظالم ومظلوم نعم نظام فاسد وشعب واقع عليها الظلم كل الشعب العربية التي ثارت طبعاً ثارت ضد أنظمة فاسدة ربما انطلقت الشرارة لما يسمى الربيع العربي من تونس وانتقلت إلى مصر ثم البلاد الأخرى هناك حالة ظلم تقع للشعب والشعب انفجر لكن يستخدم أحياناً صحيح قصيدة شعر يستخدم مقولة لحكيم في ذلك لكن يعني هنا نستطيع أن نقول ضرورة لحمل الرسالة معينة أو لتأكيد غاية معينة أو هدف معين لكن عندما يكتب الشعر قصيدة في زهرة في غيمة في طير في مشهد جميل يراه في امرأة ألا يدخل هذا في ميدان الترف فيكون الشعر أو هكذا أرى ضرورة وترف يعتمد على ماذا يقول عن الزهرة هل يتحدث فقط يتغزل بمنظر امرأة جميلة أو زهرة أم أنه يتحدث ضمن منظومة فكرية عقدية يؤمن بها نعم في عملية صناعة الجمال والدفاع عن الحق والدفاع عن الخير والدفاع عن الجمال وتغيير بنيتنا أو تغيير بنية الأجيال القادمة الثقافية ومنحها من الإنجراف وصناعة المثل العليا إذا كان هذا ضمن هذا السياق فهو العمل أنا أعتبره العمل الاستراتيجي طويل المدى نعم بينما القصيدة التي أشعلت الجماهير هذا عمل تكتيكي نعم الحياة فيها أشياء تكتيكية نعملها وفي أشياء استراتيجية نشتغلها على المدى البعيد القصيدة التأملية أعتقد أنها عمل استراتيجي في صناعة الوعي المجتمعي نعم وتوجيه الثقافة الحس الثقافي في المجتمع استعادة الخيرات التي انجرفت وراحت نعم مع وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها يعني لا أرى أنه إلا إذا كانت فقط لمدح الزهرة أو لمدح الوراء ساعتها هي طرف إذن هذا مرهون بنوايا الشاعر نعم بالمنهجية نعم التي يؤمن بها إلى الشاعر نعم بالرقي الإنساني وربما أنه خلاص عيش حالة ترفية خاصة بضبط أنه يعني عاش حالة من الانتشام مع هذه الزهرة مع هذا الزهير مع إمرأة جميلة قد يكون هذا هو الترف نعم لكن الفكر الأول أنا بقول الشاعر إذا لي ما عنده فكر نعم ومرجعية فكرية وفلسفة يؤمن بها سيظل بهذا الإطار اللي هي أحداث ترف هل ممكن الشاعر الذي يعني وصل إلى هذا المستوى من يحمل عنوان الشاعر لا يمكن أن يكون يعني لديه رسالة فلسفية أو رسالة حكمة إلى المجتمع مرجعية ستجد بعض الشعراء استعرض كل ما كتب نعم تجدها تسير في منهجية معينة عنده عمق فكري عنده مرجعية عنده فلسفة بعض الناس قد تصل لمرحلة أنك عندما تقرأ النص تعرف أنه للأستاذ الشاعر فلا هذه هويته هناك بصمة خاصة بصمة خاصة نعم جميل يشير أيضا المساوي هو لقب المساوي أو مساوي مساوي المساوي عبد السلام المساوي يشير المساوي أن صاحب هذا العمل ويتحدث عنك طبعا عن كتابك الثاني الذي يحمل عنوان في المشهد الذي لا تراه يقول أو يشير المساوي أن صاحب هذا العمل مأخوذ بموهبته الشعرية ولا يعني أن يرضى أنصار هذا اتجاه أو ذاك مما يحل لهم إخضاع جسد النص الشعري للتشريح هل فعلا أنت كذلك أم هو انحياز ناقد محب لك نعم الحقيقة أنا لم أقابل الأستاذ عبد السلام مساوي أبدا ولا أعرف معرفة شخصية حتى على وسائل التواصل ليس بيننا أي تواصل نعم لكن يحضرني هنا أن أذكر بكثير من الاحترام والتقدير والشكر والعرفة للأستاذ الدكتورة زهور بن السيد نعم التي قدمت الديوان الأول وهي أنا على علاقة معها أيضا لم نتقابل لكن كنا في ملتقى الأدباء والمبدعين العرب كانت هي في قسم النقد وأنا في قسم النفر وكانت من أشد المشجعين والمعجبين بكتاباتي فدعمتني كثيرا نعم وقدمت لي الديوان الأول ولها فضل أنا أشكرها عليه يعني في هذا البرنامج عندما حبيت أن أنشر الديوان الثاني هي اقترحت علي نعم اسم الدكتور عبد السلام المساوي قالت بأنه متخصص في جانب معين وهو رجل حيادي وأستاذ جامعي فرشحته لي فأرسلت وتكرم مشكورا بإعداد القراءة حقيقة لم نلتقي يعني ما في علاقة شخصية بيننا أبدا يعني أنا عندما انطلعت على كتابته أو دراسته النقدية شعرتك أنه هناك علاقة حميمية لذلك أخذتني هذا القراءة إلى أني أشعر أنه مع طبعا يعني لا أنكر أنه أنت شاعر حقيقي شكرا لك رؤية فلسفية ولك رسالة أيضا وحقيقة نصوص يعني تدهج القارة شكرا يعني هذا الجانب لا لا اعتراض عليه ولا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان لكن ما قرأته من قراءة نقدية وطلعت على ما كتبه عبدالسلام مساوي شعرت أنه هناك مكانة خاصة للخضور عند المساوي والله أشكره عليها لم نتقابل أبدا يعني هو مجرد قراءة الكتابين حقيقتا نعم وبعدين أنا من الجيل الذي بدأ يكتب النثر وفي وقت الصراعات نعم على أنه الاعتراف قصيدة النثر وكثير من الناس عندما تفضلت حضرتك في أم سيتم بارح أنه نحن بس مختلفين على التسمية تسمية نعم وفي ناس يقولك هذا كله كلام فإحنا كنا في تلك لا وفي ظلم طبعا عندما تلغي أنت هذا الجنس الأدبي إلغاء أنت أمل لها ظلم أكيد أكيد يعني هذا موجود الجنس الأدبي الخاطرة موجودة لكن نحن فقط نختلف التسمية يعني القصيدة لها معاييرها عندما نقول قصيدة وهذا النص له معاييره فأحنا حتى لا يصير عملية خلق يعني هناك الشعر وهناك نثر سنكون بعد الفاصل معذرة إن شاء الله فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة يا ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد الخضور أعود إليك سيد محمد أهلا بكم كنا نتحدث عن موضوع الاختلاف حول تسمية هذا النص وهذا الجنس الأدبي الجديد نعم أنا قلت دائما أقولها سواء كان على مستوى في المستوى الإعلام أو مستوى النشاطات الثقافية أقول هناك نصوص جميلة تذهج هنا وعندما نسمعها أو نقرأها يعني تجعلنا نحلق على أجنحة الخيال والدهشة والانتشاء كلاما مقفى لهما فيه تفعيلة فيه حرف روي هذا ما يتحدث عن القصيدة العمودية يلتزم بعدد تفعيلات معينة يلتزم بالقافية في حرف الروي وطبعا يجب أن يعطي أن يحمل روحا شعرية يحمل صورا تحمل القصيدة الخيالات المعنى العميق لكن الأساس هكذا نأتي الآن ونسمي جنس أدبي تخلى عن كل هذا ونقول له قصيدة فأحيانا نستخدم مثل أقول القصر فيه مبيت وطعام وسكان وراحة ونام والخيمة أيضا فكذلك من نسبة لجسم الأدبي من نسبة للنص النثري نقول نص نثري جميل بعضهم يقول فلنسميها نثيرة يعني أخذ إقاع القصيدة سماها نثيرة فهذا الاختلاف أنا لا ألغي هذا الجنس الأدبي أبدا لست مع إلغاء الجنس نسمع أشياء جميلة جدا لكن نطمح لمن يكتب هذا النص أنه ينتقل إلى مرحلة أخرى هو يكتب هذا النص الجميل حتى يأخذ العنوان والتجنيس الصحيح أن يكتبه وفق معايير القصيدة في هذا الكتاب أيضا هناك نص حمل عنوان بقايا تقول أعلم أن الخريفة ليس هزيمة للورق وأن المطر وحده لا يكفي لصنع ربيع كامل الأوصاف يعني ربما غيرك يقول لا يكفي لصنع ربيع ويكتفي لكنك كنت دقيق لأنك قلت ربيع كامل أوصاف هنا تركت التأويل للمتلقي ربما يس المتلقي ويقول ما هو الربيع كامل أوصاف نسألك ما هو الربيع كامل أوصاف هو الحالة المطلقة التي يستحيل الوصول إليها كنت كتبت يوم قصيدة دعنا نسمي نص نثري بعنوان على عتبة المطلق نحن لا نستطيع المطلق هو الذات الإلهية نحن لا نستطيع أن نصل إلى هناك الربيع الكامل الأوصاف ليس موجودا على سطح الأرض لا يمكن أن تجده إلا يكون فيه ثغرات فلذلك المطر وحده قد ينزل على صخور نعم قد ينزل على سطوح البيوت نعم لا يستطيع أن يصنع ربيع كما تفضلت نعم والخريف ليس هزيمة للورق لأنه لو رجعنا للمحاور الثلاثة نعم هذا محور من الطبيعة والأحدث نعم الكون وأحداثه قلنا إنها أحداثه فيه منها رتيب كالفصول واللي والنهار نعم ففي فصل الخريف يسقط الورق ليس هزيمة نعم هذا مرحلة نعم لابد من فهو تهيئة لحياة جديدة تهيئة شيء جديد فهي فصول إذن هي من ضمن الأحداث الطبيعية التي تجري في هذا الكون نعم تعدد الفصول وبالتالي سقوط الورق فهذا ليس هزيمة وأيضا المطر وحده لا يستطيع أن يعيد إذن لا يمكن أن نصل إلى عبيع كامل أوصاف كمان أبدا هذه قيمة مطلقة نعم جميل كتابك الثالث أنا متخم باللا مكان نعم قبل أقل يتحدثت نعم عن المكان نعم وقتوة يعني الحالة الوجودية الوحيدة التي ممكن أن نتصرف بها نغير المكان نستبدل المكان هنا أنا متخم باللا مكان يعني العبارة فيها قلق صحيح إنك لا تستقر في مكان غير منسجم غير منصهر مع المكان هذا الكتاب أخذ منحا آخر على عكس الكتابين السابقين جاءت قصائده موزونة وأنت سبق أن يعني تحدثنا قلنا بدأت بالنثر أنا أرسم من خلال ما موجود في المشهد الثقاف نعم لا أعمالي صحيح ما صحيح ما تخفيه في الإدراج نعم أنا بدأت بالنثر وحاز النثر الآن مساحة واسعة في المشهد الأدبي ولم يعد تداوله يعني مثارا استغراب واستهجان كما كان في البداية وما هاد مفتدعوه يشعرون بالحرج من تبنيه أو طرحيه طيب الآن أنا سؤالي يعني لماذا جنحت إلى الموزون لكن أنا الآن أغير هذا نعم أنك أنت قلت بدأت نعم الآن يعني سؤالي لماذا غيرت خط المسار ونشرت الشهر أو بدأت يعني تعلن عن هوية جديدة في المشهد الثقافي نعم أنك انتقلت من النثر إلى أن تكشف ما في إدراجك من شعر موسون الحقيقة هي بدأت من البدايات بعقلية شعر وليست بعقلية نثر أو مثلا قصة أو سربيات وكنت أقرأ فقط شعر وأكتب فقط شعر كل ما نشرته كان في الصحف جريت الرأي جريت الدستور وصوت الشعب كانت في ذلك الوقت كنت أنشر فيها قصائد كلها موزونة طبعا فيها كسور لأنه أنا لست متخصصا الآن اختفت صوت الشعب اختفت لا صوت للشعب ما عدت أشوف في الغد صار مكانها الغد بجوزة أسفر صوت الشعب عن النظر إلى الغد نعم فكنت حقيقة يعني أنا ما بعتبر التحول من النثر للشعر نعم أنا تحولت من شعر إلى نثر ثم عدت إلى الشعر نعم هذه عودة إلى الشعر وليست يعني ها شعرت بالنثر في فترة معينة من العمر نعم أنه صار عندي مخزون فلسفي وجهة نظر في الحياة فأعطيت أولوية لعرض وجهة نظري في الحياة نعم أكبر من أولوية أني أكتب شعر ما كانش الموضوع كثير في ذلك الوقت مهم عندي إلا أني أنا أقول ما أريد أن أقول بعيدا عن الوزن والقافي سموها قصيدة نثر سموها نثيري سموها أي اسم لم عمري ما اهتميت في موضوع التجنيس نعم قلت ما أريد أن أقوله بالنثر واكتشفت أنه المرحلة القادمة بجوزة أرجع أكتب بعض السرديات اللي هي الأشياء الذاتية جدا نعم الحياة في الحارة والبيت والوالد والوالدة والعم والخال أعتقد أن هاي سرديات نعم خاصة ليست ضمن مشروعي الشعري ليست ضمن المحاور الثلاث والمفردات الست فعزلتها عن الظهور في هذا الشعر ما أني أكتبها لحد الآن وعلى فكرة أنا أرجع قلت لك كتبت عن ابني عندما كان متفوق في هذا قصيدة عمودية نعم ماذا قلت مطلحة كان ابني اسمه حسام نعم قلت عز الناس مال أو وسام ومصدر عزتي ولدي حسام جميل حباه الله من عالي السجايا وأكرمه فكرمه الأنام لأنه كانت حفل تكريم له جميل وهذا حديث كتبتها يعني جديد أنا أكتب لكني لا أنشر نعم العمودي حاليا توقفت عن نشر النثر أيضا واركزت في التفايلة قرار نشر ما هو موزون قرار شخصي أم هناك من قرار شخصي جميل تقول كم كنت مشغولا بإقناع الزهور بأنني سأكون أجمل عاشقا لو كان ماء المزهرية صالحا للشرب أو لو كان شوك زهورها ما زال يذكر أنني عمته بدماء كف المتعبة هذا المقطع جعلته توقيعا على الغلاف الأخير لديوانك أنا متخم باللا مكان يعني اختيار هذا المقطع يعني هل هو تلخيص لرسالة في الحياة نعم اختيار هذا المقطع حتما جاء عن درايا وعن تصميم وسابق قصد أكيد لماذا وقع الاختيار على هذا؟ وقع الاختيار لأنه في بندين نعم سيجعلوني أجمل عاشق البند الأول أن يكون ماء المزهرية صالحا للشرب أنا لا أؤمن بالعشق بأنه النظر إلى ورد جميلة أنا ألتهم الحياة التهاما يعني أستنشقها فأنا حتى أعشق هذه الزهور وأكون أجمل عاشق يجب أن أشرب الماء نعم وأن أبتلع الزهور أنا أؤمن بأن العشق حالة اندماج روحي فضيعة ليست إعجابا بعيون وبشعر وبطول لأنه هذا بتغير مع الزمن نعم العامل الثاني في أن أكون أجمل عاشقا أن شوك هذه الزهور يذكر أنني عمدته بدمائي كفي المتعبة نعم لأنني أكثرت من محاولات قطف الزهور نعم فسال دمي على شوكها هذا النوع من الحب الذي أنا أرى الحياة إنها يجب أن تأخذ بكامل زخمها نعم بمحاورها الستة إذن أنت تسعى إلى تضافر الجمال المظهر والمضمون نعم وأنك اشتغلت على أنه نزفت دمًا من أجل أن تكون الزهرة بهذا نعم بهذا الجمال ويعني بصمة خاصة بك أنه أنا لم أقرأ سابقا لشاعر يتمنى أن يكون معا المزهرية نعم وتعبير عن نقاء المضمون نعم وجمال المضمون جميل لفت انتباهي في هذا الديوان أنه أغلب قصائد هذا الديوان تستهلها بحرف السين يعني قصيدة بدأت تقول سأحب هذا الفجر قصيدة أخرى تقول سيكون سهلا أن تراكي أو أن تراكي سيكون هذا الليل أجمل سأكون قربكي سأكتب نصف أغنياتي ودي أن أقف ما سر هذا السين السين رمز للمستقبل نعم وأحساسك بالضياع في الحاضر يجعلك أكثر شوقا وحماسا نعم للوصول إلى هذا المستقبل والبحث عنه نعم وكأنني أعيد نفسي أو أعيدها أو أعيد هذه الحياة بماذا سنفعل يعني لا تكترثوا بهذا الضياع الذي أنتم به هناك إشراقة حرف السين رمز للخروج من هذه العتمة نعم وهذا الضيق والضياع يعني إذا جاء بقصدية ليس إكمال الوزن يعني لا ليس إكمال يعني وزن أكيد أنا يعني أنا كثير يعني بعض الشعراء عقل أنا أهرب بعض الشعراء معذرة ملاطفة أنه يبدأ قصيدته أنت بدأت بالسين وهو سين كما قلت يعني استشراف للمستقبل دائما هناك أحلام وطموحات يعني نسعى لتحقيقها دائما نستخدم السين وسوف وحسب الرؤيان الأفق للزمن يبدأ بحرف الواو تقول له لماذا بدأت يقول لك أنا هذه يعني بصمة لي وكذا هو الحقيقة لأنه حتى تكتمل إقاع الموسيقي يجب أن يكون هناك حرك متحرك صحيح في بداية يعني أنا أو بعض النقاد أعتبره ضحفا في الشعر عليك أن تستبدل هذه الكلمة وتأتي بكلمة نعم سياقها طبيعي صحيح ضمن المعنى وتعبر عن المعنى دون أن تستخدم واو وأنت بدأت بالواو صحيح يعني ماذا قبل الواو واو حرف عطف نعم حرف عطف نعم واو حرف عطف يقول لك أنا معذرة للملاطفة فأنت أعطيت هذه الرؤية وأنا صراحة يعني أحب أن أضيف هون أنا لست متخصصا في الأدب أنا مهندس ودارس إدارة أعمال يعني درست الهندسة في جامعة اليارموك في إربد وإدارة الأعمال حصلت عليها من أمريكا وكانت خلفية العلمية وخلفية حتى في المهنية في الشغل نعم 35 سنة من العمل في مواد بناء وفي استيراد وتصدير وصفقة بعيد كل البعد عن الشعر فأنا علاقتي بالوزن هي سماعية فقط إذا كتبت شيء وسماعيا لم أقبله أكمله نثرا أنا لا أخجل من كتابة النثر وأكتب نثر جميل وأنت تذكرني بزميل دراسة يعني كنا في الثانوية نكتب الشعر هو طبعا أخذ الخط العلمي وأكمل كلية الهندسة والآن نسأل الله له التوفيق مجيد اسمه مجيد حميد درسنا سوا وهو رح كمل هندسه والآن هو مهندس معماري وانشغل كما انشغلت أنت بالسمنت والطابق فنتواصل بين فترة وفترة قبل عندما يكتب لي أحيانا يكتب باللهجة الدارجة أقول له يا مجيد مثلك لا يكتب باللهجة الدارجة تذكر أننا في الثاني وكننا نكتب الشعر نحن كنا متفوقين في النحو على زملائنا في تلك المرحلة يقول يا محمد أنا انشغلت بالسمنت والطابق ونسيت الشعر ونسيت اللغة حقيقة هناك قصيدة بديئة أيضا متحدث عنها قبل أن يدركنا الوقت يقول كم كنت أنصت للتراب يعني قصيدة من هذه المجموعة يعني قصيدة فلسفية روحانية تناولت فيها الموت وما وراء الغيب تقول فيها أنا لا أرى شيئا كبيرا في التلالي لكي أغازل سفحها لكنني آويت نسرا جائعا فلجأت قصرا للجبال العالية يعني أنت هنا مؤكد أنك آويت النسر ترصد في داخلك أن رت أن ترتقي من علوه حتى ترى المشهد واضحا العرب دائما لا تستشهد ولا يعني تشبه أو تتشبه بالنسر دائما تتشبه بالصقر فلماذا اخترت النسر؟ والله جاءت عفويه يعني بدون أي يعني ما أفكر نعم الرمز الذي أردته هو العلو نعم وفي العلو يتشارك النسر والصقر نعم أعرف أنه التاريخ عند العرب صقر أكثر نعم وعلى فكرة الكلمتين في نفس الوزن يعني قلت صقرا ما ستغير الوزن هكذا جاءت نعم فلسفة العرب في هذا الموضوع أنه كلاهما طير جارح نعم لكن الفرق بينهما أنه النسر يأكل الميتة نعم الصقر لا يأكل الميتة نعم أما يصطاد بنفسه ويأكل لحما طازجا أو ممكن أن يسرق لحما طازجا مصطيدة قبل قليل من طائر آخر فلذلك ينظر إلى الصقر على أنه أبي هو الرمزدان يحمل في داخله العفقة والعنف حتى هذه المعلومة أول مرة أسمعها لا كنت أعرف لذلك العرب تسمي بالصقر لا تسمي أسماءها بالنسر لكن أنت أردت العلو العلو نعم معروف أنه نسر دائما على قيمة بالعشجار قيمة بالبنايات قيمة بالجبال يعني الحديث معك حقيقة شيء ما شاء الله عليك وأتمنى لك التوفيق مزيد من الكتاب وأتمنى أن تستمر على التفعيلة إن شاء الله معتزازنا بالنسبة الطريق للتفعيلة الآن إن شاء الله شكرا لك الشاعر الحمد الخضور شكرا جزيلا أشكرك على إعطائي هذه الفرصة وتحياتي لقناة الرافدين وللعراق العظيم قلعة العروبة شكرا لك شكرا لك بوركت بوركت أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة